الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعهد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعد عليهم وخير المغضوب عليهم ولا الظالين آمين فلما فصل قالوا لطب الجنود قال إن الله مبتليكم من هر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فأما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجانوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة من إذن الله والله مع الصابلين ولما برزوا رجاله وجنوده قالوا ربنا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين آمين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض ولكن الله بفضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المدسلين الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وأولئك لهم عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْمُ عُصْبًا إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اُقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِطَرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلَّكُمْ وَجْرُ أَبِيْهُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تامنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا نرتع ونلعب وإنا له لحافرون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذيب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذيب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما أجمعوا فيه فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون الله أكبر سمع الله لمن حبيده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالمين آمين وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُوا وَتَرَكْنَا يُوسُفَ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّيبِ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاء السيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى يا هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخص دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا عسى أن ينفعنا أم نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تاغيل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله أكبر الله أكبر مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن متفهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين وإذا رئك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين أمين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا سبحانك أنت الأول فليس قبلك شيء أنت الآخر فليس بعدك شيء أنت الباطن فليس دونك شيء القلوب لك مفضية السر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ عِبَادُكَ جَاءُوكَ يَطُرُقُونَ بَابَكَ يَا اللَّهُ أنَخْنَا مَطَايَانَا بِبَابِكَ مَرَّغْنَا أُنُوفَنَا بِأَعْتَابِكَ فَلَا تَطُرُدْنَا عَنْ جَنَابِكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ حاشا يُضَامُ نَزِيلُكَ حاشا يُرَدُّ ضَيْفُكَ نَحْنُ ضُيُوفُكَ نَحْنُ جِيرانُكَ إِسْتَجَرْنَا بِكَ عَزَّجَارُكَ وَجَلَّثَنَاءُكَ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاءُكَ اللَّهُمَّ هْدِنَا فِي مَنْ هَدَيْتِ وَعَافِنَا فِي مَنْ عَافَيْتِ وَتَوَلَّنَا فِي مَنْ تَوَلَّيْتِ وَبَارِكْ لَنَا اللَّهُمَّ فِي مَا أَعْطَيْتِ وَقِنَا وَاصْرِفْ عَنَّا شَرَّ مَا قَضَيْتِ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ يَا اللَّهُ نَحْنُ عَبِيدُكَ بَنُوا عَبِيدِكَ بَنُوا إِمَائِكَ نَوَاصِيْنَا بِيَدِكَ مَاضٍ فِينا حُكْمُكَ عَدْلٌ فِينا قَضَاءُكَ نَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رَبِيعَ قُلُوبِنَا وَنُورَ صُدُورِنَا وَجَلَاءَ أَحْزَانِنَا وَذَهَابَ هُمُومِنَا وَغُمُومِنَا اللهم علِّنَّا مِنْهُمَا جَهِلْنَا وَذَكِّرْنَا مِنْهُمَا نُسِّيْنَا اللهم جَعَلْنَا مُقِيمِينَ لِحُدُودِهِ اللهم لا تَجْعَلْنَا مِمَّنْ حَفِظَهُ وَضَيَّعَهُ حُدُودًا يا الله يا الله إن لنا إخوانا في فلسطين يا الله حالنا وحالهم لا يخفى عليك وأمورنا وأمورهم ترجع إليك ولكننا نسألك فرجا لهم فرجا قريبا لهم يا الله فرجا لأمة حبيبك فرجا لأمة حبيبك سالت من الدماء وتقطعت الأشلاة وضيقت السبل ولا حول لنا ولا قوة إلا بك يا الله انصر إخواننا في غزة اللهم ثبت أقدامهم اللهم أنزل عليهم مطرا من عندك اللهم أنزل عليهم نعاسا يؤمنهم يا الله يا الله إنهم قد رفعوا رايتك وأعلوا كلمتك اللهم فاحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن فوقهم ومن فوقهم ومن فوقهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم اللهم قد تواطأ عليهم القريب والبعيد اللهم إنا نسألك أن تزلزل الأرض من تحت أقدامهم وأقدام من عاونهم ووقف معهم ودعمهم وأعطاهم المال والسلاح يا الله يا الله اللهم شل أركانهم اللهم لا ترفع لهم في بلادنا راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية يا الله يا الله إنهم قد طغوا وتجبروا وعتوا في الأرض اللهم فلا تغمض لهم عين اللهم واقذف الرعب في قلوبهم يا الله اللهم لا تجعلنا ممن خدل إخوانهم اللهم أوقفنا موقفا معهم يرضيك عنا اللهم اكسر بنا شوكة أعدائهم وحطم بنا هيبتهم وأدل بنا قادتهم واكذف بنا الرعب في قلوبهم واشف بنا صدور قوم مؤمنين وصل اللهم وسلم على نبيك وحبيبك محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر شكرا 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 شكرا